لعب مباراتين مع المنتخب الوطني لكن لم يبدأ إذا كانت القدم الأسبوع الماضي لا، لم يبدأ قادم الأسبوع الماضي. لم نحن أن أتحدث عن المستوى العام للحارس لا، لا، أنا أتحدث عن المنتخب الوطني، من خصوش لأننا سأذهب اليوم أنا مصادر من داخل المنتخب الوطني في المدوء في التدريبات حتى اللاعبين المحترفين الذين لا يعرفون كندوز ولم يسبق لهم مثلا التدرب معه فوجئوا بمستوى هكذا كمستوى مكانته الأساسية أخذها في تدريبات المنتخب الوطني وش حبيت أن نوصل لك واحدة الفكرة ونرد ذلك الخط منذ ريالة مبدأ مع المنتخب الوطني في سينيغال ماش طوب سينيغال ماش دو صافي مباراة حياتي وقدم مباراة كبيرة هي ما قلت لك قبل قليل موزنبيق مباراة كبيرة لكن بعدها بس دو فور كشوت في النفو ديالو وشفنا الأهداف اللي كان يتلقاها لذلك لما تكون الشيء الأساسي في أي نادي ومنتخبه هي سينيغال منافسة عادلة بين اللعبين والأفضل يلعب لكن بالنسبة لي أعتقد أنه جندوز هو من سيستمع في حرس المرأة بالنسبة للأكساس لا ماندريا سيعود لحرس المرأة لا بس كما كاش أسباب انتباطية ولا باش استبعد هذا القاردية من المنتخب الوطني كانت عنده أسباب عائلية كانت عنده البنت عوادي صاري في كرة القادم تصرها دي في أي بلد وفي مع أي لعب نظن باللي في كرة القادم أنا وش نعرف كين حارس رقم واحد ورقم تنين اليوم هاد الحارس كان عنده أسباب باش ما لعبش وما جاش التاربوس بس كو كان كان في التاربوس أنا مشكيتش قندوز يكون أساسي بس كو سي نرمال وأنا الحاجة اللي راني فرحان بها هي لي كسبنا حارس هذا هو الشيء المهم تكون معددك تقول لي حارس رقم واحد واثنين مهم فيها كرة القادم هذا منتخب أنا منتخب جبت منظرية حارس اللي راه يبرز في الأوين الأخيرة في اللقاء الأخيرة مع المتخب وزدنا كسبنا حارس جامي شفناه في المنتخب الوطني شفناه في شباب الوزداد كان كما نقوله خمسين بالمئة في الفاريخ أفل في المحل لتالفك أنا هدايا شيء إيجابي للمنتخب الوطني والمجموعة ككلها أمين أنا ولو أغير كان عندي نفس المعلومات اللي عندك تام محمد أنه الناخب الوطني سواء الناخب الوطني أو زملاء الحارس قندوز كانوا معجبين جدا بإمكانياته اليوم أكد وحتى في المباراة السابقة ولو أنه تلقى هدف بطريقة يعني كان يسال فيها هو شفنات يعني ترغم أنه الخطأ ما بدأش من عنده بدأ من عند زرقان بدين طريقة تعامل توقاي مع المهاجم طوغولي ما كانش في المستوى بعدها خروجه أيضا ما كانش بالطريقة اللازمة ولكن يبقى هو أقل الأطراف ثلاث مساهماتهم في هذا الهدف اليوم قدم مباراة كبيرة كان واحد من أحسن اللاعبين فوق أرضية الميدان ولو أنه ارتكب هفوة في الخروج قلنا أنه توقيت تاوي الطايمينج تاوي لم يكن في مستوى الدقة المطلوب في هكذا مواقف حسب رأيي وحسب المعلومات الواردة من تربص المنتخب الوطني أعتقد أنه بيتكوفيتش يتوجه إلى الحفاظ على جندوسكا حارس أساسي أول للمنتخب الوطني ويراه خليفة وهاب مبولحي في تدخل سريع ميدو أنا بالنسبة لي القائمة اللي التي استدعت من الحرس هذه المرمى هما الأفضل لأنه في البطولة الوطنية بن بوط نميرو 1 زاكي بوحلفايا نميرو 2 سين طريبون غارديان زاكي لأنه يتبع شمبيون شوف ليمانشتع سياسي نعم لطو داري لو يديرهم في البطولة وقندوس اليوم أثبت لذلك ملاح الاستقرار شوية في منصب حساس جدا لأنه منصب حرس المرمى لما يكون عندك حارس يمثل 50% كما قالك على جندوس لما كان شباب الوزداد يمثل 50% من الفارق حتى اللعبين أو مدافعهم حتى المدافعين لما يلعبوا مع حارس يعطيهم الضامن يلعبوا آلاز آمين مش كما تلعب مع حارس ماكش دير فيه تخاف ويتخاف تغلط ويتخاف تغلط لتما لي تغلط لذلك الحارس اللي يعطي الضامن لصحابه هو الأفضل لأنه يكون حاس أساسي إذا كنت مخطئاً صحح ليميدو بيتكوفيتش هو أول مدرب في تاريخ الجزائر يحقق ثلث انتصارات متتالية خارج ديار أول مدرب في تاريخ الجزائر يحقق ثلث انتصارات في أول ثلث مباريات خارج الديار لم يفعلها أي مدرب جزائري من قبل بيتكوفيتش الآن كسب المجموعة كسب النقاط كسب أول هدف وهو تحقيق ورقة تأهل إلى قاسي ساعد كما قلنا يسير بخطة ثابتة نحو بناء منتخب كبير رغم وجود بعض النقائص التي سنتحدث عنها في هذا البرنامج لكن أريد أن أعود معك الآن إلى المباراة اليوم الفوز لم يكن سهلاً على الإطلاق شهدنا المنتخب الطغولي يهاجم المنتخب الجزائري يصل إلى المرمى يهدده في أحيان كثيرة كنا قادرين على تلقي هدف تعادل كما كنا قادرين على تسجيل هدف ثاني هدية كرة القدم ولكن مباراة اليوم كانت معقدة قاسي ساعد أليس كذلك لا نقول مباراة حيات أو موت للمنتخب الطوغو نقول مباراة مصيرية نعم عارفين أي نتيجة مع هذا الفوز نعم رح تقصيهم من تصفيات هدوما ولهذا الموقع القوة ديالهم وكل تقل فهذا المقابلة باش يفوزوا على الأقل إذا فازوا كانوا يلتعقوا بالمرتبة النقطة الخامسة لتعطيهم أمل باش يتأهلوا ولكن الهزيمة اللي سقطتهم كتير ولهذا المنتخب الوطني ديالنا عارف كيف ماش يصير المقابلة علي ولا مراش منها في خطورة معادة بعض الهفوات في وسط الدفاع اللي تخلمنا عليها في محفور الدفاع ولكن المنتخب الوطني سير المقابلة كما يحد فصوصا أنه لعب على أرضية ميدان سيئة سيئة جدا وتانيا كانوا تدخلات قوية وعنيفة متعمدة من طرف لعبينا من المتحف طوغولي شفنا شغط ثاني شغط ثاني محمد من صوتي شغط الأول وشغط ثاني شغط ضغط رهيب بتاع المنتخب الطوغولي يعني يستعملوا اليقة البدنية والخشونة على لعبتانا ولكن لعبتانا صندوا ولهذا نقول بالفوز يعني يعطينا أمل باش نشوف المنتخب آخر في المستقبل أمين ثمين مباريات دعنا نتكلم بلغة الإحصائيات ثمين مباريات سجلنا فيهم عشرين هدف ربع十ين هدف كان كلهم في الأشواط الثانية دليل على يقضت وحنكت وخبرة بيتكوفيتش في الأشواط الثانية يقرأ جيدا المباريات في الأشواط الأولى فيغير من نمط اللاعب ويدخل كثير من تعديلات في الأشواط الثانية فيسجل كثير من الأهدف لكن لأول مرة منذ قدومه لا يسجل في الأشواط الثانية ضيعنا أهدف في الأشواط الثانية وضيعوها اللاعبين لماذا؟ قلنا اليوم الفعالية ما كانتش كاينا أنه بونجاح كانت لقطة تح هدف أي لعب بيستثناء بونجاح داخل منطقة العملية فيما كانوا في تلك اللقطة كان سيضع الكورة بكل سهولة في الشيئ قويري قويري كان رائع في المباراة لا 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 اللقطة اللي ضيع فيها الهدف ضيع ضيع هدف كان رائع مليح قويري 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 أمي سمح لي فضلا قويري لما تشوف هي اللقطة ما تعودت لكن لما تشوف لفاصل كيفاش ضرب الكورة كان حبيا سيريها في بلافو تعليبي لكن لما أتحد لما جاي سدد درت له ربو طلعت له شوية ما شوية أشوف سيرورة الكورة كان تخيلة جدا لأنه العشب سيء جدا غير منتظم والحاجة الأكتر أنه كان طالع فوق اللوزون العشب بتاع أرضية الميدان لذلك هذا الأمر اللاعبين كانوا تدربوا على أرضية الميدان قبل المباراة يعني عرفوا بلأرضية الميدان سيئة أنا أكد أنه المدرب هو الذي أمر اللاعبين بتسيير المباراة بأقل مجهود ممكن الحمد لله أننا خارجنا بدون إصابات باستثناء الإصابة الطافيفة لعمورة لم تكن إصابة بالغة نتمنى له الشفاء خارجنا بدون إصابات خارجنا بدون تلقي أي هدف سجلنا هدف فزنا بالمباراة خارجنا بالنقطة 12 من الجولة الرابعة أربع مباريات أربع انتصارات 12 نقطة حلامة كاملة هذا أمر رائع يحسب لللاعبين ويحسب للناخب الوطني رغم النقائس الكثيرة التي قلنا أنه يتعين على الناخب الوطني أن يغيرها ويحسنها شيء آخر لما تكلم ميدو على أو قاس السعيد على راين أيتنوني أنا ما أثار استغرابي في هذا اللاعب أنا لما اشت مستوى حجام في غيابه في المباراة السابقة كنت متأكد أنه راح نشوف ردة فعل إيجابية من أيتنوني راح يطور نفسه ويكون محارب أكثر فوق رضية الميدان حتى يضمن مكانه الأساسي وحتى يؤكد الجميع أنه أحسن من حجام المشكلة أنه لا زال يلعب بتلك تشعر كأنه يلعب بلا مبالات مع المنتخب يلعب وكأنه يلعب بطولة بين الأحياء وهذا أمر مرفوض في سفر الوطن جزائر رغم أنه لاعب موهوب جدا ولاعب رائع أنا مازال مستمع عنده ولا شيء مع المنتخب الوطني الجزائري مما أراه دائما أسبوعيا مع ناديه ودرهامطن محمد أيتنوري أمين ذا الحاجة ماشي مليحا إن دار اتلقي أيتنوري بيتكوفيش ما راح يسمح لا أين أيتنوري لما تشوف سمحولي دخل أين أيتنوري في المتعق